اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير حياكم الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عدسة إثراء حديثنا في هذه السلسلة الجديدة من الحلقات عن قصة لقمان الحكيم مع ابنه حيث أوصاه بوصايا عظيمة قصها الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم فينبغي لنا أن نتدبرها وأن نتأمل ما فيها من المعاني ونعمل بها فإنها والله وصايا عظيمة تستحق منا التدبر وتستحق منا العمل وقصص القرآن الكريم من أكملي وأفضلي وأعلى القصص فهي القصص التي فيها العبرة وفيها العظة وفيها الخير وفيها النفع وليست فقط لمجرد التسلية قال الله سبحانه وتعالى ألف لا مراه تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فقصص القرآن الكريم هي أحسن القصص قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فلا بد لنا من تأمل هذه القصص والتفكر فيها والوقوف على المعاني العظيمة التي اجتملت عليها فتعالوا بنا لنتأمل قصة لقمان ووصايا لقمان لابنه قال الله سبحانه وتعالى في بداية هذه القصة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بدأ الله سبحانه وتعالى هذه القصة في قوله ولقد وهذا عند العرب من أنواع القسم والله لقد وقد حرف تأكيد فحصل عندنا مؤكدان الأول القسم المحذوف المقدر والثاني قد ولقد آتينا لقمان الحكمة فالله سبحانه وتعالى يؤكد على هذه الصفة العظيمة التي أعطاها للقمان الحكيم والله سبحانه وتعالى كما قالوا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثه فينبغي لنا أن نرى هذه القصة وما فيها من الوصايا لنعرفه من الحكم التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للقمان الحكيم وقد ذكر المفسرون أن لقمان الحكيم لم يكن نبيا وإنما كان عبدا صالحا رزقه الله وآتاه الله الحكمة وذكر المفسرون كذلك أن لقمان الحكيم كان قبل داود عليه السلام وكان من أقرباء أيوب عليه السلام وكان من النوبة في مصر وفسر العلماء الحكمة بأنها الفقه في الدين والإصابة في الأمور وحسن طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته فمرة أخرى فسر العلماء الحكمة بالفقه في الدين والإصابة في الأمور وحسن طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته ومن أفضل العبادات التي امتنى الله سبحانه وتعالى بها على عبده لقمان الشكر لله سبحانه وتعالى فشكر نعمة الله سبحانه وتعالى يدل على حكمة هذا الشاكر لله سبحانه وتعالى والمستفيد الأول والأخير من هذا الشكر هو العبد الشاكر لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومثل هذه الآية جاءت في قصة سليمان عليه السلام مع الجن عندما قال الله سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن بالشكر تدوم النعم كما قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ فهذا أول أمر جاء في قصة لقمان الحكيم ألا وهو الشكر فقال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور والله سبحانه وتعالى لا ينتفع من هذا الشكر الذي نحن نشكره سبحانه وتعالى فمن آمن بالله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى فهو المستفيد الأول والأخير والله سبحانه وتعالى غني عن عباده كما قال الله سبحانه وتعالى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلِ أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا فهذه مسألة مهمة خطيرة ينبغي أن نتأملها وأن نتفكر فيها والله سبحانه وتعالى إنما أنعم علينا بهذه النعم لنسلم له ونتوب إليه ونستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى في سورة النحل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون وشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى يكون بثلاثة أمور الأمر الأول اعتقاد القلب أن المتفضل بهذه النعم هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله فأولا يعتقد المسلم أن ما به من النعم هو فضل الله سبحانه وتعالى ثانيا نسبة هذه النعمة لله سبحانه وتعالى والتحدث بها على وجه الشكر لها عند نسبتها لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وكما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث الثالثة والأخيرة استعمال هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم استعمال هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور هذا ما يسره الله تعالى والحمد لله رب العالمين إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتغيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة شكرا 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 شكرا